اذهب مع ميتسو وجينتا وايومي وهبارة برفقة الدكتور اغاسا في رحلة للتخيم ويعثر الاطفال على حجر غريب قريبا من قصر اثري وقد نحتت في داخله مجموعة من العبارات تتحدث عن جوهرة اثرية ثمينة ولكننا نعثر على جثة كانت غارقة في النهر لنبدأ بعدها برحلة البحث عن حل كل هذه الالغاز تابعوني يا اصدقائي فانا صديقكم كونان المتحرث ذكي